بكرة فرصة كبيرة جداً أولها أو أول الفرص دي إنها فرصة للرد الحقيقة على كل اللي هجمه نجوم النادي الأهلي وعلى كل اللي شككه في قدرات الجيل ده اللي بشوفه الحقيقة إنه إنجازاته بتحطه في خانة تانية خالص الحقيقة ونتمنى إن شاء الله أنه ده يترجم في مواجهة الزمالك بكرة في نهاية كاس اللي بعتبرها الحقيقة مواجهة مؤسرة مش بس على مصير البطول بطولة كاس مصر لكن كمان على بقية منافسات المستمرة على مدار الموسم الأهلي النهاردة بيختتم طبعاً استعداداته وبيحط اللامسات النهائية استعدادة لمواجهة الزمالك بكرة في مباراة نهاية كاس مصر لنسخة الموسم الأخير حضراتكم عارفين طبعاً واللي بيتابعنا وبيتابع شاشة الأهلي فهيكلمنا في السادسة مبارح إنه مبارح كان بداية معسكر مغلق حسب قرار ورغبة ريكاردو سوارش المدير الفني للنادي الأهلي بيشتغل فيها على تصحيح بعض الأخطاء وحالة التركيز في أعلى مستواتها وإن شاء الله ده يترجم في الملعب بكرة وهكلم حضراتكم النهاردة في حضور يعني اتنين من كبار نجوم النادي الأهلي كابتن مهر همام وكابتن محمد حشيش هيكلمونا النهاردة عشان نشوف تحليلهم ورؤيتهم لمواجهة بكرة إن شاء الله نروح